من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الضربات على الحوثيين في اليمن هي دفاع عن النفس كما عبر وأضاف سوناك أن الحوثيين يستمرون في هجماتهم رغم الضربات التي شنتها بلاده بالاشتراك مع الولايات المتحدة منذ بدء الضربات الأخيرة نتابع استمرار الحوثيين في مهاجمات السفن بالبحر الأحمر من الواضح أن هذا غير مقول وغير قانوني ويعرض حياة الأبرياء للخطر وله عواقب اقتصادية أضحى تهجماتهم تستهدف المسارات التي تسلكها السفن المرتبطة ببريطانيا لهذا السبب تصرفنا مرة أخرى دفاع عن النفس وبطريقة متناسبة وبالتعاون مع حلفائنا